أنا من الناس اللي مبسوطة وفرحانة بشكل الله يوصف أنه إحنا رجعنا تاني للنوع ده من الدراما اللي ممكن نسميها الدراما الألف الدراماة ألف يلا وليلا نعم عودة دراماة ألف يلا وليلا لمصر أو للشاشة المصرية معناها عودة لهذا النوع من الدراما على الشاشة العربية نعم إيه اللي خلى الأستاذ أنور يفكر في القصة دي المرات الأول ألف يلا وليلا نص له وخصصية اعتبار في بناء الشخصية العربية وفي بناء الثقافة العربية قبل ما نكلم عن مشروع ألف يلا وليلا من المسلسل أحب أن أسدي الشكر الجزيل للمتحدة لأستاذ المتحدة لأنه الناس بتوع المتحدة يعنيهم مش بس على تطوير الدراما في مصر وإنما على أن تتقدم الدراما المصرية إلى السوق العالمي مش بس السوق العربي وبالتالي حصل نقلة نوعية ضخمة غير اللي إحنا كشفناه في شغلنا في التلفزيون قبل كده أو في صوت القاهرة في نوعية التفكير الزهنية اللي ورا الإنتاج وفي نوعية الأدوات وفي نوعية التجهيزات إنه ما كانش ممكن نحلم قبل المتحدة بإنتاجات ضخمة زي ألف الليلة والإيلة وزي الحشاشين وبالتالي أشكر الأستاذ سعدي والأستاذ تامر مرتضة لأنهم تحمسوا لهذه النوعية من الأعمال لما قد نهلهم ياسر جلال وأنا بسمي ياسر جلال عم النجوم لخصوصية اعتبار في العلاقة بيني أنا وياسر جلال ثامث أو ثانث مسلسل نعمله مع بعض أنا ياسر جلال وهو قد كده فهيم وقد كده إنسان وقد كده عينه على الدراما وتطوير الدراما